الانو تفضل السلام عليكم وعليك السلام تفضل شن الموضوع اليوم سمعت فاطمة تلد من الجنب نعم سمعنا وقرأنا عند الشيعة ان فاطمة رضي الله عنه ارضاها تلد من الجنب عندك رواية بها الشيء ايو عندي روايات مش رواية واحدة المهم طلع انا يا رحمة يعني انا قبل ما طلع روايات واتعب نفسي والريال الجمهور وغير الشاشة والكلام ده كله هل انت تعتقد الانو تلد من الجنب خلصها كده كيف راح العالم الصدق اذا انت ما عندك رواية يا استاذ بس خلصها اقول لي هل انت تعتقد بذلك ام لا تعتقد بذلك ان لم تكن تعتقد بذلك انا هوريك الروايات ان كنت تعتقد بذلك فليه تتعدي بقلبي اذا انت شفت هذا المقطع الفيديو اعرفت كيف هذا تمثيل يا سيد انا ما كلمتك عن تمثيل انت تعتقد يعني انت مسندلت لو سألتك انت كمسلم شيعي تعتقد ان فاطمة تلد من الجنب ام تلد من الموضع الطبيعي يعني يعني رحمة والديك انت عفت العالم كلها تستهزئ بالبنت النبي الفاطمة الزهراء اذا من يقول ان فاطمة تلد من الجنب هو استهزئ بها صح اكيد طيب جميل او طيب صبرا بقى كده اكيد 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 صبرا بس سيد عيون المعجزات بس الكتاب الاول بحر انوار العلمة المجليسي جزء تلاتة واربعين صفحة متين ستة وخمسين ماشي الكتاب قدامك هون بينقل عن عيون المعجزات المرتضة روى ان فاطمة ولدت الحسن الحسين من فخذيها الايصر وروا ان مريم ولدت المسيح من فخذي الايمن يلا ما شايفاني تشيروا يا بصراحة ما شايف تشيروا يا بحياتي كده طيب روح اسأل علامك لو سمحت وتعالى اقولي يعني يا اخي راويني راويني على الشاشة راويني الحديث راويني اياه اتفضل مع الشاشة والله خلاص الله المستعن ايوا ايوا سألنا اكبرها لك كمان ولو عايز رؤيات تانية موجود يعني اه دي اكبرها لك حاجة تانية مني قبل ما امشي ومعلم لك عليها يلا بس عشان ما امشي الوقت خلاص كده يلا ايه رأيك بقى انت في الكلام ده حضرتك هم فينك يا استاذنا طيب هو على فكرة ما زال موجود معيه لكن بانا عليه راح ماشي امشيتي وحبي مزیر الاشتراك زهم صفحات